أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله منامكم إن شاء الله النهاردة في لقاءنا مع بعض هنتكلم عن تفسير رؤية اسم من أسماء الله الحسنة في المنام وإن شاء الله هيكون معانا اللقاء ده اسم الله الخافض ومعنى اسم الله الخافض اللغوي هو عكس اسم الله الرافع وده معناه إن معنى اسم الله الخافض إنه انقاس من شأن حد أو إزلال حد أو بمعنى صح قدرة الله على أن ينزل من قدر الجبارين والمتكبرين والظالمين ولكن نقدر نقول برضو إن معنى اسم الله الخافض هو اليسر واللين والتسهيل وتكسير الصعاب على عباده الصالحين بس حبيت أبين معنى اسم الله الحسنة الخافض في اللغة عشان تبقى سهلة للناس لما نيجي نفسر رؤية اسم الله الخافض في المنام وإن شاء الله أول رؤية لنا مع بعض إنها أي حد شاف اسم الله الخافض في رؤية في المنام وكان في الحقيقة بيعامل والديه بعنف أو بتقبر وليس بار بيهم فنقول له إن دي دي للا ليك من الله سبحانه وتعالى إنك لازم تحسن علاقتك بوالديك ويتلين ليهم في التعامل وده استنادا للآية الكريمة رقم 24 من سورة الإسراء وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهم جناح الذل من الرحمة وكل رب يرحمهما كما ربياني صغيرة صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم طيب وإن كان الرأي طالب أو طالبة ودخلين على امتحان وشاف رؤية في المنام اسم الله الخافض فدي دلالة من الله سبحانه وتعالى ليهم إن الامتحان إن شاء الله مهما كان صعب فليس هناك صعب على الله سبحانه وتعالى فالدلالة جاية لهم بإن تيسير الامتحان وإن شاء الله هيبقى سحل على الرأي طبعا أو الرأية وإن الله هيزل له الصعاب كلها علشان يجاوب وكبان يجاوب صح ويطلع من الامتحان مبسوط والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم أسعد الله منامكم طيب إن كان الرأي ليه أعداء في الحقيقة وكلمة أعداء يعني جنبها شوية بس دي مش معناها إن إحنا في حرب لا ولكن المتنافسين غير الشرفاء يقال عنهم أعداء لأنهم بيستخدموا أسليب للتنافس مش كويسة عشان يكسبوا لا بيدوروا على خسارة متنافسيهم مش بيشتغلوا عشان يكسبوا لا هم بيشتغلوا عشان يضروا الناس اللي حواليهم طيب مهم إن شاء في الرأي اسم الله الخافض في المنام فيعرف أن يزيد الله من الله سبحانه وتعالى بتقول له مدام أنت على حق مفيش حد هيعرف يقلل من قدرك ولا شأنك في المجال اللي أنت شغال فيه أي أن كان بل إن الله سبحانه وتعالى هو الخافض لعدائك وخصومك وهيزلهم زي ما كانوا عايزين يزلوك والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله منامكم وكده نكون وصلنا لآخر اللقاء ونكون انتهينا من تفسير رؤية اسم الله الحسن الخافض في المنام وإن شاء الله لنا لقاءات تانية كتير مع بعض هنفسر فيها اسم من أسماء الله الحسن إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة